أسعد الله ومسأكم أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العدد الجديد من حصات دفاعكم مشاهدينا في هذا العدد سنناقش موضوع جد أهم إذن بعد التعديلات الدستورية هل جاء دور صدور القوانين إذن لمناقشة هذا الموضوع سعيد باستضافة الأستاذ صافي العربي البرلماني عن حزب الـ R&D مسألك سعيد أستاذ شكرا سي محمد ويشاركوني في كل عدد المستشار القانوني لدى قناتي النهار الأستاذ كرتل عبدالحفيظ مسألك سعيد أستاذ شكرا إذن البداية بك أستاذ صافي العربي بالحديث عن الدستور الجديد إذن سيشكل بعد توقعه نقلة نوعية فيما يخص المجال التشريعي خاصة لما سيتبعه من مشاريع قوانين قد تساهم في الحفاظ وكذلك تكريس الحقوق التي جاءت به شكرا سي محمد ومن خلالك التقم النهار وللمشاهدين الكرام ولزميلك الضيف بالنسبة للدستور في الحقيقة دستور جاء الاستيعاب تحولات العميقة التي يعرفها الشعب الجزائري وكذلك جاء لسد الأخطار المحدقة بالبلاد الإقليمية والدولية وبعد المسادقة على الدستور في غضون أيام قليلة قادمة من قبل فخامة رئيس الجمهورية وصدوره بالجريدة الرسمية بطبيعة الحال هذا الدستور جاء ليعطر الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة العامة بالنسبة للشعب الجزائري قد تصدر عنه الكثير من النصوص القانونية بداية من القوانين العضوية التي تنص عليها المادة ميوت 23 من الدستور القوانين العضوية وخاصة نحن على أبواب استحقاقات تشريعية ومحلية لانتخابات القادمة وبالتالي القوانين العضوية قانون الأحزاب قانون الانتخابات قانون الإعلام قانون تنظيم العقوبات كلها قوانين المطروحة الآن وستوضع أمام البرلمان بغرفته للمناقشة والمسادقة بالإضافة إلى الدستور في الحقيقة تضمن الكثير من الهيئات العليا التي تتطلب قوانين جديدة لتوضح مهامها وكيفية إنشاءها من بينها الهيئة العليا للتطوير والترقية الأمازيغية الهيئة العليا للبحث العلمي الهيئة العليا كذلك للشباب الهيئة العليا كذلك هذه ربما أبرز القوانين بالإضافة إلى القوانين ذات صلاة القوانين لأن الدستور ليس جميع المجالات قوانين ذات صلاة الفلاحة التجارة الاستثمار قانون الأملك الوطنية وقوانين أخرى إذن أستاذ كرتل عبد الحفيظ هذا الدستور رح يختح ورشة كبيرة في البرلمان الدستور هو مجموعة مبادئ متفق عليه ولكن لن يكون للدستور أي معنى بدون صدور هذه القوانين المواطن البسيط مهما كانت درجة ثقافته أو درجة علمه مهما الدستور بقدر ما يتهمه القوانين لماذا؟ لأنه يومياته يعيشها بالقوانين نزاعاته يعيشها بالقوانين حقوقه يطلبها بالقوانين كل شيء هذا يصدر عن الدستور لإقترح كثير من القوانين لأنه ليس من باب أننا نقول بأن هذا دستور جيد أو أروع دستور أو من هذا النوع ولكن من باب أننا قانونيين نحن لا نرى الجانب السياسي للدستور نرى الجانب القانوني المحض لأنه ما يهم المواطن المواطن البسيط لا تهمه لا سياسة ولا أي أمور أخرى تهمه القوانين هذه واش تقدم له لذلك كان لابد أن تصدر كل هذه القوانين اللي ننص عليها الدستور لأنه بحاجة لها الآن فيه مشكلة أخرى ربما تتعالج مستقبلا هل لابد أن نستعجل صدور هذه القوانين الآن أم لابد أن نتريت يعني نستنعوا بعض الوقت إلى حين تكون القوانين يعني جاهزة بطريقة وين من ندموش على أننا نصدرناها ناقصة والله فيها فرق قانوني والله يقال فيما بعد أننا نتسرعنا باش عملنا هذا القوانين لأجل طرحها وعرضها على البرلمان ثم تصبح سيرك المفعول بكثير من المشاكل والعراقين التي تقدر تعترضها إذن المشكلة الآن هل الوقت الحالي يكفي أن ننبيره القوانين أم لابد أن ننتظر بعض الوقت لتجهيز القوانين هل لابد أن ندفع بها إلى البرلمان دفعة واحدة أم نرتب الأولويات أيضا هذا أيضا إشكال في هذه النقطة أسأل ربما الأستاذ صاحب شكرا في الحقيقة هل لابد أن نستعجل صدور هذه القوانين لا بطبيعة الحال أولا لابد أن نرتب الأولويات في قوانين مستعجلة على غرار القانون الناظم للعلاقات ما بين البرلمان بغرفته والحكومة هذا القانون في الحقيقة الآن لكي يشرع البرلمان في مناقشة هذه القوانين والمسادقة عليها لا بد من صدور هذا القانون لأن الدستور جاء بصلاحيات ومهام جديدة للسلطة التشريعية ويضبط علاقتها مع السلطة التنفيذية من بين هذه الصلاحيات اختار المجلس الدستوري دراسة الدراسة الشهرية لمقترحات المعارضة كذلك وجوب عرض بيان السياسة العامة وجوب كذلك مناقشة مخطط الحكومة الكثير من الإجراءات والتدبير القانونية التي تتطلب لاستعجالها في تعديل القانون الناظم وبعد تعديل القانون الناظم يتمخذ عنه كذلك النظام الداخلي لسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالإضافة إلى صلاحيات أخرى تعزز بها الغرفة الأولى وهي مجلس الأمة من خلال إعطاء صلاحيات اقتراح القوانين وتعديلها كما يعرف الجميع منذ إنشاء هذه الغرفة كان دورها يقتصر على المسادقة القوانين أو رفضها نعم أستاذ صافي دائما سؤال متروح لك الكثير من القوانين التي ذكرتمها قبل قليل والتي من المرتقب أن يتم عرضها على البرلمان هل حقيقة هذه القوانين ستأتي لتوضيح وتكريس التواجهات الدستورية الجديدة في الحقيقة شكرا على هذا السؤال الذي أعتبره سؤال وجيه لأن المشاورات تعديل الدستور في الحقيقة أعطاها فخامة الرئيس الجمهورية الوقت الكافي وكذلك شاركت فيها معظم الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات الوطنية وكذلك النقبيين والمهنيين وجاء هذا الدستور في الحقيقة أنا لا أقول أنا أعتبر أنه سيأتي بثورة في مجال المنظومة القانونية تعديلها وكذلك إصدار قوانين جديدة لأن الدستور كما قلت في البداية جاء بعد تحولات اللي يعرفها المجتمع الجزائي من ناحية السؤال نعرف بالدستور جاء في الحقيقة لتعطير الحياة العامة المواطن وجاء كذلك لواكب التطور الحاصل في المجتمع الجزائري وجاء كذلك لحماية الحقوق والحريات وبالتالي مدام جاء لواكب هذه الحقوق والحريات لابد أن نجسدها تلقوانين مثلا قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لابد أن يتم تعديله ويعتبر أولوية الأولويات لأنه يهم حياة المواطنة المباشرة وخاصة الحياة التقاضي ويحمي القاضي الجالس وكذلك ليحمي حق الدفاع وجاء كذلك ليعطي الحق الآن يعطي الحق للمتقاضي بالنسبة في القضايا الجزائية حق الاستئناف وهذه الجزائر في القضايا الجنائية في القضايا الجنائية طبعا نعم صدر الأستاذ شيء آخر نقوله ويهم كثير من المشاهدين لأن الهدف ليس صدور القوانين لأن صدور القوانين هي مجموعة مواد نعمل لأن هذه الجنات تسترها أكبر مشكل يعترض الحياة اليومية للمواطن الجزائري بعد التعديل الدستوري وصدور القوانين هو مدى الحرص على تطبيق القوانين لا يكفي أنك تسن قوانين وتشرع قوانين وتخليها موجودة ولكن مشكلة التطبيق هي أكبر شيء وأكبر تحدي قد يواجه الحياة اليومية للمواطن في كثير من أحيان النص موجود ولكن تطبيق غايم ما جدوى في كل ما نقولها ما جدوى إصدار قوانين لا تطبق ولا لا تطبق بشكلها السليم أنا فقط كنت حاب نتساءل حول نعرف بأن الحكومة هي من تعرض مشاريع القوانين الحكومة دائما منذ الاستقلال الحكومة هي من تعرض مشاريع القوانين هي من تحذر هذه القوانين عن طريق لجانها عن طريق خبراءها وتعرضها على البرلمان اللي بين قوسين هو جهة التشريع المفروض يكون جهة التشريع ولكن أصبحت هذه القوانين تجي للبرلمان للمناقشة فقط يعني تناقش فقط دون الحق في تقديم تشريع كامل كمنظومة قانونية في كافة القطاعات تجيك وزارة النقل تعطيك قانون تقول لك صدقة لعليه تجيك وزارة فلاحة نفس الشي تجيك وزارة الثقافة تقول لك أنا الآن رح نكيف مع الدستور طبقا للحق في الثقافة نديلك مشروع قانون نعرضه لك نديلك البيئة أيضا ولكن هذا الشيء يصطدم نقوله بأنه يصطدم بأمام برلمان لا يشرع المشكلة هنا ثور برلمان لا يشرع يسادق أو يرفض فقط يعني لماذا لا يقوم البرلمان بالتشريع يعني في هذا المجال الآن الدستور أعطاه صلاحية كبيرة إصدار القوانين هل هو حقر على الحكومة نعم أضيف كذلك سؤال من هي أو ماذا عن الجهة التي ستعرض مشاريع القوانين في الحقيقة الدستور الحالي كان من خلال المادة 19 واضح الجهات المخولة دستوريا باقتراح القوانين أو مشاريع القوانين هي الوزير الأول والبرلمان بغرفته نعم ورئيس الجمهورية من خلال التشريع بأوامر وتم حصرها وتذيقها في العطل وفي الظروف الاستثنائية التي ممكن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر أما بخصوص الأخ والزميل طرح قضية مهمة هي قضية مدى الحرص على تطبيق القوانين في الميدان وهذا الشيء الذي تنبهه والمؤسس الدستوري الكثير من القضايا دسترها في الدستور الحال لأنه باش نضمن حق تطبيقها وحق فعلا وجودها في مرافقة المواطن وتعطير حياته الدستور الحالي أنا أعتبره ثورة أعتبره ثورة من خلال دستر تقريب جميع المجالات الحياتية للمجتمع تحدثت عن تأطير حياة المواطن هل ربما ستغير هذه القوانين المرتقب صدورها هل ستغير شيء من حياة المواطن بطبيعة الحال بطبيعة الحال في جميع المجالين الروح والمجال مجال دستورت تأكيد الطابع الاستثناء الحبس الاحتياطي حق الاستئناف على الأحكام الجنائية كذلك من ناحية حرية التأبير لا ولكن تسمح لي فقط الحبس الاحتياطي منذ نشأة وهو إجراء استثنائي منذ نشأة دائما يقال أنه استثنائي ولكن لما تشوف في كثير من التطبيقات تلقى بأنه ما هو شيء استثنائي يعني نخلونا نخرج بعض الشيء من العبارات التي تستعملوا عادة يعني كلها عبارات جميلة مستعملة في الدستور عبارات لا يمكن أن نقول عليها أي شيء بخلاف أنها عبارات ملائكية يعني ونعود ونرجع للنفس الشيء يعني حتى القوانين للنفس الشيء ولكن الآن هل الدستور هذا يقدم ضمانات بخصوص ضرورة احترام هذه الأحكام والقوانية ستصدر يعني إذا لم تحترم ماذا يترتب عن ذلك ما يكفيش أنني صادق على دستور واتفقنا عليه وبعد نصدر قوانين منبثقة عن هذا الدستور ولكن نصطدم بالواقع الآن ربما آلية اختار المجلس الدستوري مثلا كاجراء جديد لليس يصدر أيضا قانون خاص به بمجلس الدولة وبهذه الآلية وهي اختار المجلس الدستوري الذي سيصبح من حق المواطن بعد أن كان حكرا على رئيس الجمهورية أو على هيئات رسمية ومحددة جدا الآن من بين هذه الآلية هذه الآلية يعني هي شيء ما نقدر وش نقوله ولا ننكره بأنه آلية ثانية شيء جديد حتى آلية معاقبة تعطيل تنفيذ الأحكام طبعا هذه لأول مرة تدستر بالإضافة للإخطاط ولكن الخوف أن تصبح هذه الألية يتساءل حول ما مدى تطبيق هذه القوانين في الواقع خاصة بحضور هذه الألية ولكن الخوف أنا نقول لك من تجربتنا الخوف أن تصبح هذه الألية ملاذ كل المواطنين يعني ستطرح إشكالية واليوم بعد نجعله من المجلس الدستوري كأنه محكمة في الحقيقة صهر على تطبيق القانون في الحقيقة ما هيش حك رقاء السلطة والقائمين على مدى تنفيذ القوانين حتى المجتمع شريك لأن الدستور الآن الدستور الآن لو كان تطلع إلى أحكام وخاصة الأحكام الجديدة هو يدفع بالمواطن أن يكون شريك في تنفيذ هذه القوانين بعد صدورها ولكن أنا أقول لك مشكلة المواطن أنه يجهل القوانين وما يعملش جهد لكي يعرف القوانين حقيقة حتى أصحاب الشأن يعني رجال القانون ويتعبوا لأن التشريع معقد والمرسيم تدخل فيها القوانين تدخل فيها كثير من الأمور التشريعية والتشريعات رح تشوف رح هي يومية إذن حتى إذا طلبنا من المواطن أن يكون يعرف القانون هذا الأمر صعيب عليه جدا لكي يتبع مع مشاكل حيات اليومية لذلك مشكلة يعترض المواطن باعتبار كل هذه القوانين ستخص المواطنين بدرجة أولى تخص حقوقهم لأن 80% من تعديلات الدستورية تخص الحريات تتعلم مواطنين يعني حقوق المواطنين بصفة في كافة المجالات ولكن أين هي أليات اللي نخلو بها المواطن يعرف القوانين وما يتعبش يعني شيء كبير شيء كبير جدا أنه باش يستلهم ويستوعب كل هذه القوانين باش يولي يعرف حقوقه يقول له باش تعرف حقك لازم تعرف القوانين نعم في نقطة كذلك ذي صلة أستاذ كرتل عبد الحفيظة الدستور الجديد أستاذ صافي سيعرض إصلاح بعض القوانين وحتى تعديله فعلا الدستور الجديد قد يفتح ورشة ورشة لإصلاح وتعديل تقريب جملة من القوانين بالإضافة الأخ الزميل يتكلم على قضية مهمة كذلك قضية أن المواطن في الحقيقة ما ما عندوش متابعة يومية لصدور الأحكام والقوانين ولكن الدستور الجديد جاء لإنشاء الكثير من الهيئات العليا والهيئات العليا هي في الحقيقة هيئات مفتوحة المواطن مفتوحة بينها مثلا هيئة شباب الهيئة العليا للشباب قد يصدر قانون مثلا الأول مرة يدستر المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كان غير مدستر كذلك الهيئة العليا البحث العلمي نحن قد يصدر قانون بالنسبة للبحث العلمي مثلا درست وتطوير اللغة الأمازيغية مش رسمها فقط كلغة بل أنشأ هيئة عليا لدرستها وتطويرها لأننا باش هذه اللغة اللي في الحقيقة الشعب الجزائري عنده تنوع اللغة الأمازيغية موجودة في غردايا موجودة في الجنوب موجودة في الشرق الجزائري موجودة في القبائل الكبرى موجودة ولكن من أجل ترسيمها تصبح لغة لتدريسها لأبنائنا والعامة المواطنين لابد من هيئة لتطويرها لابد من قوانين لتأطيرها ولكن نعود ونرجع دائما إلى التطبيق إذا كانت العربية اللي هي لغة رسمية ما عنداش مكانها يعني في كثير من الإدارات اللي ما زلت مراسلتها باللغة الفرنسية وكثير من المعاملات وأغلبها يعني عند كثير من الإدارات ربما إدارات حساسة فما بلك هل ستجد لغة الأمازيغية طريقها إلى تطبيق لكن ربما من كل هذه القوانين التي ستصدر لاحقا ستؤثر العمل الميداني ماذا سترحب هذه القوانين على من يخالف هذه المبادئ الدستورية صح يعني أنا نقول اللغة العربية هي اللغة الرسمية واللغة الأمازيغية هي اللغة الرسمية ولكن أنا لما نروح للإدارات خاطبني باللغة الفرنسية وش يرتب الدستورية هل هذا تصرف لخالف المبادئ الدستورية وفيما بعد يخالف القوانين التي ستصدر لها نحكي عليها اليوم باش سادة المشاهدين يتبعونا وش يرتب عليها هل يرتب عقوبات عقوبات صحيح شيء من هذا النوع نبقى في مشكلة في التطبيق دائما صحيح مشكل ما هوش وليد اليوم وليد الدستور الحالي في الحقيقة احنا كذلك نطمح أن القوانين القادمة والنصوص التشريعية القادمة تتضمن تدابير ردعية وعقوبات من أجل التطبيق هذه النصوص لأن النصوص هذه وليدت لتطبق سنت لتطبق سنت لتؤطر الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية لمجتمع الجزائي يعني أنت المواطن يسأل يقول لك هل أنا نقدر نروح لمجلس الدستوري ونقول باللي القانون نصدر بخصوص اللغة الأمازيغية ولا اللغة العربية ولكن لا ينتبق هل ممكن أنا أن نطالب بأنه هذا القانون يتأقلم مع الدستور بخصوص هذه المعاملات الغير قانونية تعديلات المقترحات التي جاء بها الدستور فيه يعني مفاهيم في هذا الإطار لا نحضر على المواطن يقول كمواطن هل نقدر أنا معني بالدستور لأنه خمس مبادئ هل أنا نقدر نروح نختار المجلس الدستوري بخصوص معاملات لا تتأقلم مع القانون والدستور حق الاختيار لأول مرة يدستر في الدستور الحالي وبالتالي المواطن الآن يستطيع يستطيع أن يخطر المجلس الدستوري وحتى المجلس الدستوري حتى المجلس الدستوري الآن تغيير التركيبا تاعه تغيير التشكيلان تاعه إضافة أعضاء جدد وبالتالي المجلس الدستوري اليوم من خلال الدستور الحالي ملقى على عاتقه عمل مرافقة ومواكبة المواطن من خلال إختار المجلس الدستوري من خلال هذه القوانين التي ستأتي بعد المصادقة على الدستور تأتي ربما لتثبيت هذه التعديلات التي جاءت في الدستور بالفعل نحن ذاهبون لأن الدستور في حد ذاته جاء من أجل تقوية الوحدة الوطنية وجاء من أجل تعزيز الديمقراطية وجاء من أجل دعم دولة القانون وهذه المحاورة الكبرى التي جاء بها الدستور العالي في 30 ثانية السبت طبعا الدستور في شكله العام قبل القوانين هو أصلا تشريع ما أكثر القوانين التي فيه أغلب مواده قانون القوانين العضوية التي ستصدر القوانين العضوية التي ستصدر ولكن كل القوانين التي ستصدر في هذا المجال هي مجرد تفسير لمبادئ عامة ينتقد من يشاء والله يبارك من يشاء ولكن أنا كرجل القانون وكل رجالات القانون وفقوني الرأي كلما تم تنظيم مجال معين فنحن معه هذه القوانين صحيح مستحيل أن نكون ضده مستحيل المدرعي مخالف مدامنا نتجه نحو تنظيم حياتنا بالقوانين في 30 ثانية الحقيقة دستور كما قال الأخ الدستور جاء كوثيقة سامية وكقانون أساسي ليضمن في طياته تطبيق النصوص التشريعية التي ستصدر بعد ذلك لتنظيم الحياة العامة للمجتمع وإحنا في الحقيقة دولة تتطور دولة تتطور أنظر بعد اليوم عندنا خمس دستير عندنا أكثر من أربع تعديلات وهذه جاءت لتواكب تطور المجتمع جاءت لترتقي بالمجتمع إلى تصحيح الكثير من المفاهيم والكثير من الدهنيات من أجل أننا نؤسس لدولة القانون ودولة الحق ودولة الحريات في الجزاء وهذا الشيء الذي نطمعه لكم إن شاء الله الفاصل بين السياسة والقانون هو الدقة نعم صحيح شكرا لك الأستاذ صافيا العربي النائب البرلماني عن حزب الأرندي شكرا لك أستاذ كرتل عبد الحفيظ بعد تعديلات الدستورية هل جاء دور صدور القوانين كان موضوعنا لينقاش شكرا على طبيع المتابعة والسلام عليكم